والله والله بالشباب. رجعتكم وانا نشيشكم مقطع جديد. في هذا مقطع الشباب راح نشوف كيف نحصل على البورد المجاني. بس قبل انت مقطع الشباب لازم انا تعطونا لايك واشتراك في القناة. وتفعلوا الجرس لكل جديد. ان شاء الله اي اشي بخص فرتنايت راح تقوه هون عندي في القناة. فلا تنسوا تفعلوا الجرس. تمام الشباب? تمام. هسا عنا يا شباب في عنا البورد المجاني اللي هو هذا البورد. عشان تقدر تحصل عليه لازم تخلص سبع تحديات من مهام مهرجان الشتاء. بس تخلص سبع تحديات هاي التحديات بدل ما تروح وتيجي او بدك تروح تدور عليهم في في اليوتيوب او اذا انت بش عارف تحلهم. بس عندك هون هذا المقطع راح اطلك اياه في قائمة تشغيل. هاي قائمة تشغيل بس تكمس عليها. راح يظهر لك جميع التحديات اللي مرن من اول يوم بلش فيه. آآ اللهم صلى الله سيدنا محمد لكريسماس لليوم. حتى لحد ما يخلص الاربعتاشر يوم. يعني مثلا احنا في اليوم السابع اليوم. هذا اليوم السابع اللي راح نقدر نحصل فيه على البورد. تعال بعد ان شاء الله لنحكي اربعتاشر يوم. راح تيجي كمان على هذا القائمة تشغيل راح تيجي تلاقي فيها جميع التحديات. اي اشي بخص او اي اشي بخص راح تيجي تلاقي في هاي قائمة تشغيل. فانت بتسهل احالك بدل ما تقعد تلف وتروح تيجي. خلص فتحها قائمة تشغيل. راح تقدر تلاقي جميع التحديات وبتخلصها بسهولة وما بدين اشي. اذا اذا انت ما عرفت وين تخلصها. ففي بعض التحديات يعني هنا سهلات بس بدين اماكن يعني تروح اماكن ونصر ايش الاخرة عشان تخلصها بسرعة. بس يا شباب اذا حبيت ايه ونات تدعمونا بس هيك بكونوا خلصة عن هذا المقطع. حبيت تفرجيكم بس كيف عشان تحصلوا هاي البورد. طريقتها سيئة سيئة جدا. كون هيك ان تخلص سبع التحديات وبعد ما بتخلصها بتحصل عليها. فكيف شباب يكون خلصة ان هذا المقطع لليوم. لا تزدعمونا من خلاصات على زر الاشتراك. لايك في المقطع وفعل الجرس. انا شوفكم فيديو مقطع جديد. ومع السلامة. بيس.